السلام عليكم ورحمة الله رحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله اخوتي 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 انا نتقاسم معكم طريقة ايدي في تحضير كسكسوا بالخضراء والتفاية. كي يجي معلك وبنين بزاف وتفاية احتها كي يجي محمرة و معسلاء و معلكة ان شاء الله تعجبكم طريقة ديالي. مهم دوز المقادير وطريقة تحتها باسم الله على البركاته لدي كمية من الحم كتبقى لحسب عدد الأشخاص بصلة كبيرة مش نفا ثلاثة مطيشات كبار يكونوا حمرين مغصولين وطحلتهم يعني بقشرة ديالهم وصفيتهم عندي التوابل عندي الملح كتبقى لحسب الدوقة عندي واحد ملعقة صغيرة ديال البزار وعندي ملعقة صغيرة سكنجبير ملعقة صغيرة ديال خلقون بلدي ملعقة صغيرة ديال قصبرية بس حبوب مطحون وملعقة صغيرة ديال كسكسو سمنحار ديال كسك وضفتو حد شوية ديال الملعقة باش ندير الكوكوط تتقلى ليا صافي هنا كمية شو على نارم هي ندرون نقلوها مزيان هنا ردتقلات ليا مزيان هدى التوابل مع الحم البصلة ومطيشها صافي هنا يا مرقت بالمطيب كمية شو هكا باش نختصر الوقت دائما مرقوا بالمطيب صافي غدين نستعل الكوكوط وغدين حتغل الحم اللي طيبتو في الكوكوط طبا من من بعد من اللي غاي يدخل فيه شوية طياب غادي نقلبو في البرماء باش نطيب الحم والخضرة في البرماء نكمل طيب ديال هاد كسكسو في البرماء هنا غا ندرزل الكسكسو بالنسبة لكسكسو عندي نخديس هذا ديال الباكية يكون نوعية جيدة قضيت المتوسط درت لي شوية عندي زلافة كماشتوا معيها درت غيز زلافة ودرت شوية ديال الملح صافي هنا كان مدى الرشب شوية ديال الماء وانا كان فتر فيها هكا غير كنخدمه بيت ديال ما هو راه مفتول حيث دراك يكون مخد خطون لي جراهم فتول هذا صافي وكم قررش في الماء هكا يا ومن اللي كي يشرب لي ذاك الكمية ديال ما كان عود الرشو حد شوية ثاني شوية ديال ما مو يمكن رشو تقربا شي ربعات المرات هكا تقرب عن وحد شي كاس ديال العنبة في زلافة هكا ديك كاس ديال العنبة كان نقسموه كان نقسموه على ثلاثة المرات ولا هربعات المرات هكا صافي من بعد كان نغطيه وكان خليه ارتاح تقرب عن وحد العشرة ديال دقيق راك نلقاه تشار بدك المو كتلقوها بحالك كي نشف كي يقول لي بحالك يكرم صافي كان نحلو هكا بيت ديال كي ما كتشوفو بيني ديال صافي غادي نديرو في في البرما نديرو في الكس كاس عفوا هناك يمشو معي الحم اللي كان في الكوكوتراني درتو في البرما اوضفت عليه وحد نصف زلافة ديال الحمص هنا غادي ندير ودرت في نفس الوقترا درت الفور اللولة تفور هنا بالنسبة للتفاية عندي وحد جوج بصلات كبار درس كمية غي صغيرة جوج كبرا جوج بصلات كبار مشن فين وبالنسبة للتوابيل ضفت غير الميل حسب الضوغ شوية ديال سكينجبير لخرقهم البلدي اللي بزار البيض ضفت وضفت وحد ربع مقعب ديال الزعفران ديال مقعب الزعفران وضفت وحد تقريب منه ربع كاس ديال الزيت النباتية سوف ندير ونجد البصلات طيب علاجا هنا الفور اللولة مني فارت هادي راية الفور اللولة تلعفها الفارم زيان كنخلي وتقريبين وحد شرين دقيقة سوف يخليت الكسكاس في القصرية وجيت هنا باش غادي نرمي الخضر اللي يعني كتاخد الوقت شوية في الطياب بحال خيزو اللفت قدرت اللفت البيض والليفت الصفر والخيزو هما اللي رميت وهنا رجعت هنا يا للقصرية آآ خبيس هذك الكسكس ومن الكسكاس وكان بدار رش هاكا بالماء بحاشكال الطريقة اللولة كالرش للماء هاكا يا وكان خدم بيت دي من اللي الكسكس وكان يشرب لي الكمية اللي اللي رشيت عاد باش كنزيدو كمية واحدة اخرى ديال الماء هاكا ودائما احنا كنقلبو بيت دينا هاكا يا للكسكسو في الاخراء كنقلبوه كنشوفوه واشطاب ولا هدروري كنضوقوه ماشي في الفور الثالثة ماشي في الفور اللولة والثانية راكي يكون طبيعة حال بقي يخضر صافي كنمشو معي هاكا كم قنا نخدم فيه صافي او كان غطيته او كان خليت قريبين واحدة لعشرة دقائق ولا ما خليوها يرتاح هكا عشرة دقائق ولا ما كنتوش مزروبين صافي هنا من اللي ارتاح تقريبا ندرسو عشرة دقائق غدي نضيفو تقريبا حد الملعة قدي الزيت نباتية صافي وكننحاول نبس بس مزيان هاد الكسكسو هادا بديك الزيت ديك الملعة قدي الزيت نباتية نديرو في الكسكاس وغادي نردو يفور الفور الثانية هناكي ماشو معي بالنسبة للتفايا را داروري حسنا نقو نحركو داروري البصلة راكت لقلمة المرلولة من اللي نديرو البصلة نغطي ونديرو القفالة دي القاملة ولكن من بعد من اللي اتطاب لنا البصلة من سوف نحيدو القفالة حيث خاصات نتشف سوف مني طابت لي البصلة حسيت بها على طابة وطاعة حس كي ما اشتوه ذا دهبات اضفت لها تقريبا واحد نس كاس دي العنبة دي الزبيب اللي كنت مرقضيه في الماء غسلتو مزيان ورقضتو في الماء هاكا تغياء كي طيب صراحة مكي ياخدش معنا بززاف دي الوقت صافي وضفت هنا واحد نس معلقة دي القرفة بالدي وضفت واحد جوج معلقة دي السكر الساني ده اللي صراحة الحلواجت هي هادي صافي وكم قنا نحرك هنا فهذا المرحلة دي ما كان نهائيا ما كان بقاش نغطيها كان خلاب حلاكو والنار تكون مهيلة ووحنا كان نحركو مرة مرة هناكي مشتو معي ربانت ليين شفات وكانت بقى ما تتحمرتش مزيان ضفت لها واحد شوية دي اللي ما لحقش الماء صراحة راح كي حمرها ملي كتزيدو الماء راح كي حمرها كنزيد الموقع هاك كنحرك ملي تحت بحال ما كنحاول باش مرونواش نديرو ها الطريقة هادي في التحرك كنحركو لتحت الجامية لما كنحركوش نحركو غير ملفوق في البصلة هاك كباش مترونش لينا البصلة سافي حتى كن الحمدلله حتى كنحسو بها سافي حتى كنشوفوها راح تحمرات التعسلس وولات معلقها سافي وكنتفعو عليها وكنخلي واحدا للمرحلة دي التقديم شوفو كيولات كتجيغ غزالة سافي هنا الفورة الثانية راح تلعات الفورة الثانية هادي راح تلعات تاني نفس الطريقة بحال مرة اللولة سافي كنقبح لكا كنرش في الماء وكنخدم بيديك الرشو بالماء وكننا هنا في المرأة كانت قلبو بيديكم هاكا واش قاسح ولا يجيكم قاسح لكا سبقوز تزيدو الماء ولكن الماء ما كنزيدو كمية دي المحتى كيشرب ليلة دي كمية اللي درنا اللولة منسردوش باش ما يدير جيجيناش سارد مو يمعينكم ميزانكم سافي كنخدمو ثانية هاكا يمزيان وبالنسبة للطريقة الى المدة دي التفور المرة اللي اولى كنفورو مزيان عشرين دقيقة المرة الثانية تقرب ان شي خمستاشر دقيقة والمرة الثالثة اللي هي الاخيرة كنفورو تقريب ان شي عشرة دقيقة هاكا سافي وبالنسبة كيم مشوا معي غطيتو ثاني يرتاح واحد عشرة دقيقة وفي نفس الوقت رأى نرميت الحضرة اللي كطيب ضغياء القرعة لان هادي الفورة الاخيرة الثالثة واللي هي الاخيرة. سافر ميت القرعة والحط قبيطة دي المعدنوس. القرعة الحمراء وقرعة ديك الصغيرة ديك الخضراء. سافر البناس ورديتو حتى كيفور الفورة الثالثة طريقة دي اللي تسقي البناس او تسقيها. راني ما اشاركتاش معاكم باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. سافر ملي كيطل علينا الففار. او كندو قل بلول على حسب الملحة او خاص شوية دي البزار. اه بالنسبة لي ندرس واحد الفلفل حار رصها رحاز تغيي شوية دي لصحة الدوقب شوية دي للملحة.